للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو المحلل السياسي محمد الشجاع محمد أهلا ومرحبا بك إذن هناك فشل تام للهدنة الأممية وهناك محاولات هل برأيك هذه المحاولات تعطي أمل بتمديد هذه الهدنة أو بعودتها أم بالفعل هذه الهدنة انتهت وبدأت المعارك؟ أعتقد هناك حاجة ماسة للهدنة التي تصبح بصالح الميليشيا الحوثي وبصالح المجتمع الدولي الذي يرعم صالحه بشكل جيد من خلال المراحة الدولية ومن خلال حفظ على الطاقة أيضا ومن خلال الصراع الملفات الكبيرة التي تدور بينهم اليمن حالة استثنائية أو حالة ثانوية بالأصاح يعني بهذه الطريقة الحالة الإنسانية مرتفعة جدا لكن لا أحد يأبه بهذه الصورة إذن الهدنة الأول السابقة والهدنة اللاحقة أيضا كلها صبت في صالح الميليشيا الحوثي والمجتمع الدولي يدرك ذلك لأسف الشديد الشرعية غائبة تماما ربما هناك ضغوط ربما فاقدين للقرار تماما هناك هدنة من طرف واحد حتى الهدنة الأخيرة لم يلتزم بها طرف الحوثي فتح حتى الميناء الحديدة فتح وأكثر من أربعين ناقلة نفط مطار صنعاء فتح أيضا القوازات تم التفاهم عليها من قبل الصنعاء إذن ما الذي قدمه الحوثي للطرف الآخر أو حتى للمجتمع اليمني؟ طيب محمد طالما وأن هذه الأمور تصب في صالح الحوثي وكل هذه الاستجابات تصب في صالحه لماذا الآن يعرق تمديد هذه الهدنة طالما وأنها في صالحه؟ أخي الكريم أنت تتعامل معه مع عصابة في نهاية الأمر هذا يعني هذا واضح للعيان لكن للأسف الشديد الأطلاف الأخرى ما تزال تذهب معه إلى بعد مدى بهذه الصورة وهي تدرك جيدا أن الحوثي لا يمكن أن يذهب إلى العمل للسلام الحوثي يعني يدرك أن كل هذه الهدنة بصالحة لكنه يتعنت لأنه يدرك أن هناك صراع هناك تخوف في الخليج العربي تخوف في الملاحة الدولية أيضا كأس العالم قادم الصراع الأوكراني أيضا الأوروبي بين الروسيا وأوكرانيا كل هذه المسائل هو يضغط باتجاهها هو يتخذ المسار الإيراني تماما على مستوى المجتمع اليمني من خلال تركيع المجتمع اليمني ومن خلال ابتزاز المجتمع الدولي أيضا وابتزاز الخليج العربي والشعب اليمني بهذه الصورة طيب محمد الآن كل هذه الاشتراطات التي وضعت في الهدنتين السابقتين تمت الاستجابة لها من قبل الطرف الحكومي وحتى من قبل التحالف الآن هناك اشتراطات جديدة ويبدو أن سقف الاشتراطات ترتفع عند هذه الجماعة هل تتوقع بأن تستجيب الحكومة؟ هل بالفعل نحن بعدنا عن التمسك بالمرجعية الثلاث؟ لأسف الشديد هذا يضر القرار الأممي أيضا مرة بعد مرة والحوثي ينكثل العهود وهذه الاتفاقيات يضر أيضا قرارات الشرعية بهذه الطريقة لأسف الشديد الحوثي أخي الكريم يبحث عن مكاسف أكبر من الأولى بهذه الصورة هو يدمر المجتمع اليمني المجتمع الدولي عينه على قرارات معينة عينه على الطاقة على الملاحة الدولية على حاولة عملية السلام لكن في نفس الوقت لا يدركون من الذي يدر داخل المجتمع اليمني هذه العصابة نهبة المقدرات نهبة الرواتب الموظفين تبحث عن مشروع قديد مشروع عقائدي مشروع سلالي تطييف المجتمع بهذه الصورة هذه لا توقف عندها المجتمع الدولي الحوثي يبحث عن كل ثانية يعني يستقل كل ثانية كل ساعة كل دقيقة بهذه الصورة وهو منهج حوثي منهج إيراني معروف مفاوضة من أجل مكاسب أعلى طيب محمد يعني كل هذه التفاصيل كانت واضحة للعالم وكنا أو مجموعة من المراقبين يقولوا بأنهم غالطوا أنفسهم بأن المجتمع الدولي غض الطرف أو لا يعلم بحقيقة ما يجري في اليمن الآن بعد الاستجابة لكل الاشتراطات والآن بعد العرقلة والتعنت الحاصل الآن وعدم تمديد الهدنة هل اتضحت الصورة للمجتمع الدولي برأيك؟ الصورة الحقيقة الصورة واضحة من فترة طويلة جدا حتى من الحروب استفتومة بعدها إن هناك مشروع حوثي يعني وتخادم إيراني واضح جدا لكن اليوم تم الخزانة الأمريكية فرضت عقوبة على ثلاثة حوثيين هم قيادة كبيرة بداخلها الحوثي وهذه كلها تلطيف للجو فقط لا غير وإلا يفترض أن تكون الأخي الكريم أي هدنة في العالم فيها حسن نوايا فيها إلزام من قبل الأطراف الرعية لهذه الهدن وليهاتفاقيات أين الخليقيين في هذا القانب؟ يعني لا أدري من تحت الطاولة حد يدري ماذا يعملون المجتمع الدولي أيضا غائب ويحاول أن يتماهى مع الحوثيين حتى آخر نقطة الشرعية قرارها ضعيف جدا الشرعية مهم ملفات كثيرة في الداخل اقتصادية وعسكرية وأمنية إذن لماذا مزجق هذا الملف؟ يعني أربع مبعوثيين أمميين مزقوا الملف اليمني وقزأوه شتتوا هذه القضية شتتوا الملف اليمني والحوثي يشتغل على كل القبهات الحوثي يشتغل على تغيير المناهج تغيير عقيدة الناس نهب الناس نهب الأراضي كل هذه لا يتوقف عندها المجتمع الدولي سؤال الأخير يعني على عجالة الآن الحكومة كانت تتحجج بأنها لا تستطيع التحرك نظر الالتزامها بالاتفاقات الدولية وكما وقعت هذه الاتفاقات بين الحكومة بشكل عام والمجتمع الدولي طيب الآن هل زال الحرج برأيك؟ هل الآن الحكومة بعد انتهاد الهدنة وعدم تمديدها؟ يعني هل ستشعل الجبهات؟ هل هناك من عمليات عسكرية برأيك؟ للأسف الشديد الحكومة فقدت ثقتها من الناس افترض الآن الحرك زال تماما بهذه الصورة صحيح أنها حكومة شرعية لها التزاماتها مع المجتمع الدولي مع الخليج العربي والتحالف العربي مع الأمم المتحدة لكن للأسف الشديد الحوثي لم يلتزم بأي شيء إذن على الحكومة أن تكون شفافة مع المواطنين المني أن تحسن من صورتها وتحفظ ما أوقها بهذه الصورة الناس تعبت في مناطق المليشية تعبت من تركيع الحوثي للمواطنين من نهبهم بهذه الصورة إذن عليها أن ترفع الحرك عنها وأن يكون لها قرار وأن تكون شفافة أمام المواطن وأن تكترح مشروع جديد وأن تبدأ بإصلاحات في مناطق الشرعية إصلاحات اقتصادية وعسكرية وأن تكون واضحة إبقاء المعارك بهذه الصورة لا حرب ولا سلم يعني يشكل حرك لهذه الحكومة ويفقد الثقة تماما يعني مجلس الرئاسي من سبعة مكون من سبعة إذن ما الذي سيقدمونه حتى لحظة لم يقدمونه شيء الأسف الشديد نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي محمد الشجاع على انضمامك في الأستوديو شكرا جزيلا لك